اشتركوا في القناة ودعا تقريبا كل مدن الشمالية فعالية بدون إطارة مش شدين الكرم حوال التقصد قول إن شاء الله رح نستمتعوا ابتداء من بغيرة اليوم إن شاء الله بالأجواء مشمسة صافية على تقريبا كل مدن الشمال يحب يقول الساحلية واحتب المرتفعات وبالنسبة لجنوب الجزائرية هنا ستتشكل رعود منعازلة بمرتفعات الهوغر والتسيلي سحب كثيفة رادية قادمة من المعتقشب الاستوائية تبقى الأجواء صافية تماما بنسبة لوسط الصحراء درجة حل قصوى اليوم إن شاء الله رح تبقى في استقرار بنسبة لجميع المدن الشمالية حتى بنسبة للجنوب الجزائرية ننتظر فعلا حرار ما بين 28 درجة و 32 درجة قول بالمدن الساحلية ستطرح ما بين 31 درجة و 38 درجة على جميع المدن الداخلية كالتنمسان حتى بنسبة لسديب العباس معسكر غيريزان شلف تيزيوزو استيف حتى بنسبة لسوق هراس واتبسة بالجنوب الجزائري 41 درجة و 44 درجة ستسجل على الخط الرابط ما بين بشار إلى غاية الواد مرون بغردية مقاييس ما بين 41 درجة دي المرة وسط و 40 درجة بوسط الصحراء أثناء الليل إن شاء الله سنسجل السمام مغشة تقريبا كل مدن الشمالية ستتشكل رعود إن شاء الله أثناء الليل في احتمال سقوط أمطار مختيطة بطربة نوع الماء وتحت وقع الرعود بنسبة لجميع المدن الشمالية حتى بنسبة لجنوب الجزائري وتحديدا بعين مناص إليزي طامن راسي جانت حتى ببرج بجي مختلفة إنقزام هنا رعود منعازلة مرتقبة ليلا إن شاء الله دائما ليلا سنسجل حرارة في استقرار حتى نكون مدن الشمالية فهنا ننتظر أثناء الليل إن شاء الله حرارة ما بين 17 درجة فقط بمرتفعات تديمسان إلى غاية 26 درجة بلغوات وحتى بجلفة بين المدن الساحلية 21 درجة ستسجل بنسبة لمدينة واهران 23 درجة بالعاصمة 24 درجة ببجاية حتى بعنب أما بالجنوب حرم بين 26 درجة و31 درجة نحن نسجلها بوسط وحتى بأقصى جنوب الجزائري أما الملحة والسيد البحرين نبقى سجل هبوب رياح شرقية وشمالية شرقية وهذا أعتقد طول الشارط الساحلية حاب يقول انتلاقا من القالة إلى غاية وهران وابن الصاف مع تموج خاصة في المساء إن شاء الله إذن لأقول ربما راح تلحق حتى المتر واحد خاصة قرب السواحل الغربية وحتى الوسطى أما الرؤية ستكون جيدة إن شاء الله حذري ممارسة الملحة والسيد البحرين ستكون صعبة نوعا ما أيضا حتى بنسبة للسباحة يلا نطور نسخة الجهوبية كالمهتد بالمعلومات الفلكية توقيت النسبة للعاصمة وضوحية 52 دكابة السبعة ستقرب هذه الأثنين بإذن الله السمش بالعاصمة وضوحية نشكركم مشاهدين الكرام على المتابعة بقومة نوقة ممتعة مع باقية البرمج على لينا تيفي السلام شكرا